السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم عوضني خيراً عن كل شيء كسر في نفسي وكل يأس أصاب قلبي يا رب إنك تدرك دعواتي حتى لو لم أنطق بها اللهم حقق لي ما أريد فأنت تعلم السر وما يخفى اللهم فوضتك أمري كله فجمله خيراً بما شئت واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثة أربعة نيسان إبريل طبعاً القمر اليوم موجود بالعذراء في ساعة المساء مساء اليوم الأربعاء بده ينتقل للميزان هو الآن موجود موعد بث الحلقة في منزلة العواء طبعاً ما رح يطول فيها كثير وهي منزلة للربح والحرية والزواج رح يظل فيها لغاية الساعة سبعة واثنين وخمسين دقيقة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينج بعدين بده ينتقل لمنزلة السماك الأعزل ذكرناها يوم أمس وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثمانية وخمسين دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء لينتقل بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي بما أن القمر موجود الآن في برج العذرة ولغاية ساعات المساء معناته كمان اليوم منعود لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام وبنشعر أنه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها وجود وتعتبر هاي أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين وشرب الكحول والمهدئات وبوسع نقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا اليوم الزوايا في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة اللي هي زاوية تثليت إيجابية رح تكون بين عطارد وبين زحل وهاي رح تكون بدايتها من اليوم أربعة أربعة ولغاية يوم سبعة أربعة ذروتها يوم خمسة أربعة ساعة أربعة وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيج طبعا أول شغلة بما أنه عطارد وزي ما ذكرنا في حلقة الأمس إلو علاقة بالعقل ودماغ وتحليل الأمور والأمور اللي علاقة بالمسائل العلمية والإدراك معناته هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور ويعتبر هذا اليوم مناسب للعمل أو للأعمال الفكرية وبرضو مناسب للمقاومة الجسدية لأنه برضو إلو علاقة بالحركة نتصرف بحكمة أكثر من ثابر في أعمالنا ومشاريعنا هذا الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات إلها علاقة بالمسائل العقارية أيضا هاي زاوية بتدل على تركيز الصحافة ووسائل الإعلام على مواضيع تاريخية أو تراثية يعني أول نزع المحافظة للبلاد اللي هي العادات والتقاليد وبتركز على مردودية القطاع الفلاحي وتطوير الصناعات الثقيلة والتعدين والمناجم ومؤسسات الدولة والتجارة أما بالنسب للزاوية التي تليها وهي زاوية ما زالت قائمة اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي ذكرناها في اليومين الماضيات اللي هي ما بين عطارد وما بين بلوتو وهاي طبعا تاثيراتها مستمرة حكينا لغاية يوم خمسة أربعة طبعا هاي هي اللي بتعطينا شوية كعابة هموم أو هم شعور بالذنب عنادة النزاعات شديدة مع محيطنا شوية هيك ممكن اللي عندهم مشاكل بالأعصاب يتأثروا اللي عندهم أزمات بالقلب أو بالشرائين برضو ممكن يتأثروا في خلال اليومين هذولا فبرضو بدهم يظلوا منتبهين برضو بتدل على انتقاد الصحافة لسلطات الدولة بسبب تخاذلها عن أمور إلها علاقة بمكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنف والعدوان وممكن يتم الكشف عن معلومات مخابرتية أو مؤامرات سياسية كانت تحاك في القفاء وهذا برضو هاي زاوية لها برضو بتعطي احتمالات لوقوع بعض الزلازل أو الحرائق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين زحل وهاي برضو مستمرة لغاية يوم ستة أربعة بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا ومشاريعنا وبرضو بتعطي هيك دوليا نشاط ومردودية أكبر في الصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وازدياد المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واستقرار في أمور العلاقة بالبورصة وبتشهد البلاد استقرار أمني أكبر بفضل نشاط الأمن الوطني عما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل فعند أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية طبعا هاي مستمرة من ساعات ما بعد منتصف الليل وبتستمر طيلة نهار تأثيرها هي زاوية إيجابية بين القمر وبين الزهرة تثليث ذروتها ساعة ستة وأربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش وهاي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبرضه بتعطينا نوع من أنواع الحظوظ وبالما أن القمر في مراحل مهمة جدا الآن اللي هي مراحل اللي احنا نسميها ما قبل الاكتمال فبكون ذروة السعادة عالية جدا وخصوصا لغاية ساعة العصر تقريبا فعشان هيك هي بتعطي أمور للحب للغراميات للترفيه للتجميل الحفلات للمناسبات بشكل أقوى خلال هذا اليوم وبرضه هاي الزاوية بتعطي دفعة للعامرين في المجال الفني والتجميلي والديكور بيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتدل على ميل الرأي العام لما وضيع إلها علاقة بالقطاع الفني أو الترفيه أو التسلية طبعا النساء هم من أكثر المستفيدين من هاي الحال للزاوية لأنها بتعطيهم نوع من أنواع الاستقرار وتوازن نفسي وبرضه بتشهد المؤسسات المالية أو بعض القطاعات كالنسيج والتجميل رواج أكبر ومداخيل أكثر خلال هذا اليوم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اللي حكينا لعندها وبعدين بيبلش الوضع شوي ينعكس في بعض البلبلة هي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون ذروتها ساعة 41.49 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء ولكن ذروتها اللي هي زي ما حكينا ساعة 41.49 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع يعني الوسواس والشك والغيرة والأوهام والأمور هاي بتكون تنتبهوا منها وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين وبرضو هاي الزاوية بتدل على استياء الرأي العام من جدل حول بعض الأمور الدينية والعقائدية والطرابات في أسعار بعض السوائل أو البنزين أو المشتقات النفطية أو المياه وأمور من هذا القبيل وتراجع مردودية الأمور اللي إلها علاقة بالأمور البحرية مثل الصيد والمبادلات البحرية ممكن يكون في احتمالية لوقوع تسممات غذائية بعد هاي الزاوية مباشرة بصير عنا قلو المسار قلو المسار رح يبدأ الساعة وحدة وتسعة وأربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة التسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الميزان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراشي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة تسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش خلاص القمر بكون انتقل واستقر في برج الميزان عشان هيك من ساعات المساء بتصير هاي الفترة أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر من كون اجتماعي أكثر ومن ميل للإسترخاء فيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد وتعتبر هاي الفترة فترة فيها نجاح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكن أيضا إقامة حفل ما أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي تاثراتها من ساعة تقريبا نولي المغرب فلغاية صباح اليوم التالي الغيوم الأربعاء ذروتها ساعة عشرة واثنى عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة برضو هاي الزاوية بتدل على تحولات إيجابية في الرأي العام وبخصوصا أو بتخص أكثر المرأة يعني في مواضيع الهعلقة بالمرأة رح تكون المرأة برضو مستفيدة أكثر خلال ساعات المساء وهاي فترة مناسبة لتطوير الصناعات الغذائية أو تغيير آلاتها ومعداتها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعة اللي هي المساء عندنا البنكرياس والأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين أما من ساعات المساء فبصير عندنا الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس والأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية وطبعا لأنه الآن في مراحل اكتمال القمر وهذا الجسم بصير بحاجة كمية عالية جدا من السوائل صحيح أنه بيعمل مد في سوائل الجسم ولكن الجسم بيكون بحاجة للسوائل وبما أنه الأعضاء الأكثر حساسية رح تكون لها علاقة بالمسالك البولية فبنصح جميع اللي بيصوموا أو حتى اللي ما بيصوموا إنهم بخلال فترة الأربع أيام أو الخمس أيام القادمة يكثروا من شرب الماء قدر الإمكان مش سوائل يعتبروا على العصائر والمشربات الغازية والأمور هاي يقول لك هاي سوائل لا الماء أكثروا من شرب الماء عشان ما يصير عندكم التهابات أو ترسبات أو أملاح أو رمل أو إلى ما لنهاية يعني بمعنى آخر بدكوا تنتبهوا لصحتكم بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل لكن مش في فترة خلو المسار ومش للأعضاء اللي ذكرناها إلا إذا كانت اضطرارية يعتبر هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا ويصلح أيضا لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكن برضو مش في فترة خلو المسار بما أن القمر رح ينتقل لبرج الميزان معناة خلو المسار القادم بيكون يوم الخميس ولكن هذا خلو مسار طويل فبدكوا تنتبهوا يوم الخميس لغاية صباح يوم الجمعة لأنه خلو المسار رح يبدأ يوم الخميس ستة أربعة في تمام الساعة 12 و 42 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى صباح يوم الجمعة الساعة 6 و 29 دقيقة صباحا لينتقل القمر بعدها لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 14 يوم في تمام الساعة 2 و 28 دقيقة بعد الظهر بصير 15 يوم نسبة الإضاءة اليوم يعني اليوم بالمساء بصير 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيد بنسبة 60% القمر في العذراء وبدو ينتقل للميزان ورح يظل في الميزان لغاية يوم سبعة أربعة هو الآن سعيد بنسبة 45% في ساعة الصباح بصير سعيد بنسبة 15% في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 10% أما في ساعات المساء فبصير منتحس بنسبة 40% عطارد في الثاور حتى يوم واحد وعشرين أربعة سعيد بنسبة 45% الزهراء في الثاور حتى يوم 11 أربعة منتحس بنسبة 10% المريخ في السرطان حتى يوم واحد وعشرين خمس سعيد بنسبة 43% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمس سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% أرنس في الثاور حتى يوم تسع وعشرين ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم ثلاثين ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم ثلاثين أربعة سعيد بنسبة 15% ما تنسوه يعني اللي عجبوا اللي قدمناه لحد الآن لايك أو ديس لايك أو كومنت أو مسبة أو يلغي الاشتراك أو يعمل اللي بلوك أو يعمل اللي بدوا إياه يعني المهم يعملوا إشيه وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل صحيح أن القمر الآن بده يبدأ في مراحل المقابلة ولكن اليوم رح يكون فيه تميز لأنه اليوم زي ما حكينا فيه أمور سعيدة عشان هيك سعادة الأمور رح يكون على مستوى العمل اليوم رح تنجز بعض الأعمال أو تحقق نجاح في مجال عملك أو تكريم أو عمل جديد أو عرض جديد أو نوع من أنواع الاندماج المرح رح يكون ما بينك وبين زملائك بالعمل صحيح أنه رح تجد في بعض الأوقات أنه الأعمال بتتراكم عليك ولكن عندك قدرة عالية جدا على إنجاز كثير من أعمالك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للأمور الصحية فممكن شوي هيك تشعر ببعض التعب الصحي اللي له علاقة زي ما حكينا المسالك البولية أو اللي عندهم مشاكل في هاي الأعضاء تحديدا بدهم ينتبهوا ومن الصداع أما في ساعات المساء وانا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقد بعض الأمور أو تطرأ بعض البلبلة حاولوا انكوا تعالجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذروا القطيعة والدعاوى القانونية لأنه بالفترة هاي يعني تعتبر فترة مش مناسبة لهاي الأمور برج الثورة بالنسبة لموليد برج الثورة طبعا الحب بظل الحب هو المسيطر على الساحة خلال هذا اليوم الأمور اللي له علاقة بالحب والتجميل وهذه علاقة بالتقرب من الأحبة الأبناء الترفيه اللباس أو الهندام أو الأمور هاي طاقتك وحيويتك مميز جدا وبظل الرغبة قوية جدا بالتقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم وبحيطك طبعا الوضع الفلكي بالحيوية والحماسة وعند قدرة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط وممكن يعتبر هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا رح تشعر بالطمانينة والراحة لغاية ساعة المساء أما من ساعات يعني العصر وما بعد هنا بتجد أنه ببلش التركيز على أمور العمل وببدأ العمل بالتراكم بصير مطلوب منكم إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة على حسب حق الاقتصاصكم يعني ستات البيت ممكنين شغلوا بعزايم أو تحضير أو شغلات زي هيك ويكون الأمر مربك بالنسبة لهم أو اللي في قطاع العمل ممكن اليوم تحققوا بعض الإنجازات ولكن بدكوا تنتبهون وبتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي وبرضو بدكوا تنتبهوا من الأمور الصحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هنا التركيز رح يكون على الأمور البيتية والعائلية فممكن تنشغلوا في مناسبة عائلية اليوم أو أمور إلها علاقة بالعائلة بالبيت دعوات لقاءات اجتماعات وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن شوي تشعر ببعض التعب أو الإرهاق من وقت لآخر تحاول أنك تجالس نفسك تبعد عن الضوضاء ولكن أنا بنصح أنك تستفيد من المكاسب العائلية أكثر فأكثر أهم شيء أنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك في أمور مميزة ممكن دعم من أحد أفراد العائلة يكون أما من ساعات المساء فهنا بتشتد رغبتكم في تقرب من أحبائكم وتفاهم معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات بشكل قوي جدا العاطفة بتلاقيها تغيرت اهتمامك بالأحبة تغير أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب تنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة وتعتبر فترة إيجابية ولكن بدون أي عصبية أو نزاعات أو تقلب بالمزهج برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا نشاط عالي جدا خلال هذا اليوم بالتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات طاقتك عالي جدا أهم شيء أنه زي ما نبهنا بالأيام الماضية انتبه أثناء حركتك أو قيادتك للسيارة بين المدن وحاولوا أنكم ما تدخلوا في نقاشات حادة ولكن اليوم رح يكون مميز أنه اليوم رح يكون لك لقاء مهم أو اتصالات مفيدة أو يجيك خبر أنت بتنتظره ممكن يجيك دعم من أحد الإخوة أو أحد الجيران أو مساعدة معينة ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالسيارة أو إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية والأجواء جيدة على المستوى العاطفي وعلى مستوى الامتحانات وعلى مستوى المقابلات طبعا لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد هنا فترة خلو المسار شوي بصير فيه نوع من أنواع الاضطراب عشان هيك ممكن أتعصب شوي من ساعات المساء تبدأ الأمور البيتية تظهر على الساحة أكثر فممكن تفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية أو العائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء تتجنب وتوبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق حاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك لا تفرض رأيك بتظل الأجواء ممكن تهتم بمناسبات أو لقاءات أو دعم عائلي وتستفيد في هاي الأمور بشكل كبير برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا الأمر رح يركز على الأمر المالي أغلب اليوم فهذا اليوم بيفتح مجال لمكاسب مالية المكاسب هاي تيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم هدية يعني من أي مجال من المجالات ممكن تفرج عليك فعشان هيك حاول قدر الإمكان تستغل اليوم كل طاقتك في هذا المسعة اللي هو المسعة المالي وأهم شيء أنك تبتعد عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع اليوم ممكن تناقشوا موضوع مالي تسكروا فوتير أو دفعات أو تستردوا أموال لإلكم أهم شيء تبعد عن تبذير الأموال أما من ساعات المساء اليوم رح يتغير تماما فرح يصير عندك نشاط في التنقلات والاتصالات حيورات نقاشات ممكن يكون فيه نوع من أنواع التعامل ما بينكو بين الإخوة بتكثر عندك النشاطات على حسب حق الاقتصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك خلال هذا اليوم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم الطاقة أكثر فأكثر اليوم بتشعروا بثقة أكبر وأكثر بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور في أي مجال أنت بتشتغل فيه اليوم أنت مميز رح يكون بأداءك ممكن اليوم خبر أو تسوية أو انطلاقة جديدة أو فكرة جديدة أو عرض جديد اليوم لازم تجتهد على إنجاح أي فكرة في حماسة وفي وضوح عندك بالأفكار أكثر من الأيام الماضية أما في ساعات المساء فهونا القمر يعني رح يكون انتقل لبيت المال فهونا التركيز رح يصير على الأمور المالية أكثر ممكن شوي يصير في بعض البلبلة أو القلق من مصاريف أو دفعات أو تحاول أنك تتهرب من تقديم يعني مساعدة أو أمور زي هيك أهم شيء أنك ما تبالغ بمصاريفك ولكن بدك تكون معتدل وموضوعي إن كان على الأمور المالية أو أمور النقاش أو المساومة ممكن تهتم لبعض الأمور المالية أو الأمور الاستشفائية بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا ما زالت الأجواء ضاغطها لأن القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء لا يوصل عندكم ولكن برضو هذا بيخفف عليكم أمور كثيرة اليوم عندكم اهتمام بالروحانيات بالغيبيات بالعبادات بالتسبيح بكل الأمور المخفية هاي اللي أنت رح تركز عليه اليوم صحيح إنه في بعض الطاقة الضعيفة بعض التقلب بالمزاج ولكن أفضل من الأيام الماضية أهم إش إنك تحمي نفسك من المحتالين أهم إشي إنك ما تعتمد على أي شخص الأوضاع ما زالت مخيبة للأمال فيها نوع من أنواع الإحباط عشان هيك بدك تكون مهيئ أي شخص بوعدك بشيء لا تأخذ بكلامه لحديد ما القمر يوصل عندك في ساعات المساء فمن ساعات المساء بتستعيد حماستك بتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك بتشتد عزيمتك أكثر فأكثر بتنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم رح يكون يعني مقسوم لقسمين من الآن ولغاية ساعات المساء بتنشطوا اجتماعيا كثير لقاء الأصدقاء اتصالات حوارات نقاشات لقاءات عزايم مناسبات إيش ما كانت ولكن نشاط الاجتماعي بسيطر على الوضع منكم أشخاص اليوم ممكن يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو هم يكون عندهم هاي المناسبة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة بكل شيء إلعب دور بناء في محيطك مجتمعك أنت عندك حضور عالي جدا ووضوح ولكن مع ساعات العصر بتبدأ طاقتك تنزل بتشعر أنه بدأت تشعر ببعض الوهن أو التعب أو التقلب بالمزاج بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم حاولوا أنكم ما توقعوا على عقود في ساعات المساء ما تبدأوا عمل جديد خلال الأيام القادمة الفترة بتكون فارغة لحديث ما القمر يوصل لعندكم اللي هو صباح يوم الجمعة فبتكوا تحاولوا تعملوا بشكل روتيني أهم شيء تنتبهوا على أعمالكم تنتبهوا على صحتكم برج القوس بالنسبة لما ولد برج القوس طبعا بيظل المجال قوي جدا على مستوى العمل وفرص للعمل أو تقديم طلبات للعمل أو علاقاتكم مع مسؤولين وبرضو اليوم ممكن يجيك دعم من أحد الشخصيات أو المعارف اللي ممكن يدعمك بشكل قوي في مركز في منصب بترفيع بواسطة يعني بأي مجال أهم شيء أنك برضو ما تجازف بسمعتك رغم أنه أنت اليوم عندك قدرة أنك تدافع عن سمعتك بشكل قوي جدا وتثبت للمشككين أنه أنت عكس ما بينتقدوك أو يتأمر عليك بالخفاء اليوم الطاقة عالية عندك في ساعات المساء بتنشط اجتماعيا أكثر ممكن تلتق الأصدقاء ممكن تبادر لملاقات الآخرين بيطمئن بالك ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم شيء أنك ما تستسلم خلال هذا اليوم يعني العمل اللي ما بيمشي معك من أول مرة كرر المحاولة مرة أخرى تلاقي إن شاء الله مشى برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا النشاط عالي جدا بالاتصالات والحوارات واللقاءات والعلاقات مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب عنك حتى على المستوى الجامعي ممتاز جدا كامتحانات أو الاستيعاب عندك برضو قوي جدا العلاقات العاطفية ممتازة ومتوازنة أهم شيء أنك تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة ناقية السيارة بين المدن عندك اليوم اندفاع وعندك حماسة رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب طاقتك وحيويتك بتنطمئن خواطرك اليوم وبتختفي كثير من الهواجس والشكوك تعتبر هاي فترة يعني حاول أنك ما تضيعها عليك أما من ساعات المساء فهنا القمر بدو ينتقل للبيت العاشر وبتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضعوا لعدة تجارب مهمة أهم شيء ما تضعفوا ما تجازفوا بسمعتكم حاولوا أنك تقوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدموا أفضل المستطاع صحيح أنه في بعض القلق والتوتر ولكن الأمور لصالحكم إن شاء الله برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا التركيز رح يضل على الأمور المالية المشتركة فعشان هيك اليوم في مجال تحصيل أموال أو إيجاد حلول لبعض المسائل المالية أو دعم أو حتى أمور إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين يجيك رد عليه ويكون لصالحكم صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية أو العائلية أو المناسبات أهم إيش إنك تكون مرن جدا خلال هذا اليوم عشان تكسب قدر الإمكان حاول إنك تبحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف أهم إيش إنك اليوم ما تهمل لا ملف ولا قضية وإنجز أعمالك بالكامل أما في ساعات المساء فهنا التركيز ممكن تنشغله في أمور إلها علاقة بالاتصالات بالحوارات بالسفر بعلاقات بأشخاص خارج البلاد أو علاقات مع جانب أو امتحانات يعني كل هاي الأمور رح يكون فيها نشاط عالي جدا في ساعات المساء ممكن تبدأ عمل أو دراسة أو تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك أهم شيء إنك ما تخشى شيء حاول إنك تثق بنفسك أكثر وتعتبر فترة مناسبة من ساعة المساء لا تجربة جديدة أو لا أمور للأشخاص اللي بيهتموا بمواضيع السفر فبرضو السفر مناسب برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء في العمل أو العاطفة أهم شيء إنك تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم اليوم جيد لها تعزيز العلاقة ما بينك وبين شركائكم إن كان شركاء الحب شركاء الزواج شركاء العمل شراكة جديدة بتقدروا تنسقوا اليوم بين مختلف الواجبات يعني مهما كانت الواجبات اليوم تقدروا تتربطوها في بعض أهم إشي إنه ما بعد عن الشك عن الوهم عن الوسواس هاي الأمور كلها بدك تبعد عنها الأجواء بتكون لصالحك رغم إن الطاقة بتكون ضعيفة ولكن اكتمال القمر رح يعطيك شوي الطاقة اليوم يعني تدعمك بشكل أكبر أما في ساعات المساء فهنا بيصير التركيز على الوضع المالي بتنهمك في عادة تنظيم أموركم المالية أهم إشي إنكم ما تهملوا صحتكم بتصير الأجواء أكثر إيجابية وبتتجاوب معكم بشكل تلقائي ممكن تلاقي أعمالك صد طيب خلال هذا اليوم أو تحل مسائل من ساعة المساء والأيام القادمة من مساء المالية معقدة كانت أو مرهقيتك أو مربكيتك تجد حلول لإلها أهم إش إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذر يا باي شو حكيت والله حكيت كثير طولت الحلقة والله يعني حرام منكم يعني ما تحطوا لللايك والكومنت والشير ومش عارف إيش وهاي حتى يعني اللي بدوا يسيب سيبوا يا جماعة الخير اللي بدوا يسيب يسيب عشان أقول لكم رمضان كريم الله يسامحكم وأكسب حسنات على كتافكم يلا عادي شو ورانا ما احنا صلوا على رسول الله اللهم صلي على محمد وآل محمد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء